اشتركوا في القناة وعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين كان الحديث في الصحيفة السجادية وفي دعاء الإمام صلوات الله تعالى عليه في الصلاة على النبي وآله قال في أوله صلوات الله عليه الحمد لله الذي من علينا بمحمد النبي صلى الله عليه وآله وصلنا إلى هذه الفقرة بعد المقدمة التي تقدمت في الحمد الحمد هو الثناء الثناء باللسان على الجميل الاختياري بقصد التعظيم نحن عندنا تار يكون الحديث عن الحمد ومر يكون الحديث عن الشكر ما الفرق بينهما الحمد هو الثناء باللسان أن يقول الإنسان الحمد لله على الجميل الاختياري تقول هذا محمود الصفات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي محمد محمود الصفات فأنت تثني على صفاته سبحانه وتعالى تحمده بخلاف الشكر كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ورد عليه أمر يسره قال الحمد لله على هذه النعمة وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال الحمد لله على كل حال هذه القضية هذه الثقافة التي عشعت أهل البيت صلى الله عليه قضية الحمد لله على كل حال يعني أن الله يحمد على النعمة وعلى غير النعمة يعني سواء أنعم عليك بنعمة أو أنه من نعم الدنيا المقصود أو لا أما الشكر فهو يكون نتيجة أو يترتب على ما أنعم عليك من نعمة لهذا الشكر له علاقة في الزيادة نقيض الحمد الذم ونقيض الشكر الكفران ثم لفظ الحمد تار يستعمل في الثناء هذا اللي هو معروف الحمد لله وأخرى يستعمل في الشكر نفس لفظة الحمد لله تستعمل في الشكر وأيضا تستعمل في التسبيح سبحان ربي الأعلى وبحمده في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكر النعمة اجتناب المحارم وتمام الشكر قول الرجل الحمد لله رب العالمين فجعل هذا القول من تمام الشكر طبعا هذا القول في أول الأمر الحمد هو غير الشكر ولكن لفظة الحمد لله استعملت في الشكر هكذا في رواية صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال الحمد لله إلا أدى شكرها حجيب أداء شكر النعمة يكون بهذا القول أن يقول الإنسان الحمد لله كيف يكون القول الذي هو أيضا عطاء من الله سبحانه وتعالى أداء لهذه النعمة الإمام صلوات الله تعالى عليه يبين هذه القضية في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام يا موسى اشكرني حق شكري فقال يا رب وكيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي فكل شكر يحتاج إلى شكر ثم هذا الشكر يحتاج إلى شكر فكيف أشكرك يا رب فقال الله تعالى يا موسى الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني هذا فيه إشارة إلى المعرفة أن يكون الحامد والشاكر لله سبحانه وتعالى عارف بالله تعالى موحد لله سبحانه وتعالى يعني يعرف أن الله تعالى وحده لا شريك له وعارف بالنبي أنه نبي صلى الله عليه وآله وإلى آخره وبالأئمة صلوات الله تعالى يعني الاعتقاد الصحيح فإذا كان على اعتقاد صحيح هذا هو المراد بالمعرفة أن يكون على اعتقاد صحيح ثم أن يعترف الإنسان أن كل نعمة هي من الله سبحانه وتعالى هذه القضية قد تكون من القضايا التي تحتاج إلى التفات أن الإنسان قد لا يلتفت أحيانا كثرة النعم فيشوف هو في هذا المجال مثلا ما أنعم الله تعالى عليه يعتقد مثلا أن هذه القضية غيره أنعم الله تعالى عليه هو ما أنعم الله تعالى عليه في جزئية من جزئيات هذه الدنيا في شيء من هذه الدنيا فقد يغفل أن في قبال هذا أن الله تعالى قد أنعم عليه نعما كثيرة رب العالمين حينما يخاطب موسى عليه السلام يقول أنت عرفت يا موسى أن كل نعمة عندك أن كل ما عندك من النعم هو مني فأنت ملتفت إلى هذه القضية التفاتك بعد ما عرفتك التفاتك بأن كل النعم من الله سبحانه وتعالى هذا هو الشكر شوية القضية دقيقة ولطيفة التفاتك لهذا المقدار أنك تعلم أن كل نعمة عندك إنما هي مني من الله سبحانه وتعالى هذا هو شكر النعمة ثم قال عليه الصلاة والسلام الإمام السجال الحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله لعل فيه إشارة إلى قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل وأجمل وأكمل وأحسن والخلق ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله نظير في خلق الله سبحانه وتعالى الله يقول فيه وإنك لعلى خلق عظيم قبل الدخول في تفصيل هذه المسألة لا بد للعاقل أن يلتفت إلى قضية أن الحديث عن فضل النبي عند الله وهذا الصفة هذا الفضل لا يعلمه إلا الله بغض النظار عن أنه ما هو المدار ما هو المقياس على أي أساس التفضيل مثلا المشهور أن التفضيل وأن هذا الأفضل بعبادته أعبد الناس هو الأفضل عند الله أعبد الناس كيف يعرف من يعرف أن هذا أفضل من عبد الله سبحانه وتعالى أخوة العبادة ليس بالكثرة قد يكون عمل قليل خالص مقبول عند الله تعالى أفضل من عمل كثير بل قد يكون عمل كثير ليس مقبول عند الله تعالى فالذي يعرف الأفضل هو الله تعالى فقط قضية محديث عن طول مثلا فأي الأنبياء أطول أو أي الخلق أطول ولا عن عمر ولا عن جمال جمال وجه ظاهري ولا 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 وإنما القضية قضية التفضيل المترتب على أمر غيبي عند الله سبحانه وتعالى من الأفضل هل الأفضل رسول الله صلى الله عليه وآله أم أكو أفضل من الملائكة مثلا أو من الأنبياء أو من الرسل أو مطلق الخلق الذي يعرف الأفضل قطعا لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى زيان إحنا البشر إحنا إذا نريد نعرف من هو الأفضل فلابد أن نعرف من هو الأفضل عن طريق الله تعالى لابد الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول لنا من هو الأفضل هذه قضية قضية أن النبي يذكر فضائله أو قضية أن النبي يذكر أنه أنا أفضل من هذه الاتجاه لأنه معرفة الأفضل ومعرفة الفضائل هذه لا يدركها الإنسان ليس من القضايا الحسية ليس من المدركات التي يمكن للإنسان أن يدركها بل لابد من الرجوع فيها إلى النص ليش إلى النص لأن النص هو السبيل الوحيد لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى نقول يا رب من أفضل انخلق عندك وكيف نعرف الجواب نعرف الجواب من خلال الرجوع إلى نص إلى النصوص الشريفة سواء كان القرآن أو الرواية إذا نريد نبحث في النصوص همكون نلتفت إلى قضية احنا عدنا نصوص فيها تصريح أن النبي صلى الله عليه وآله أفضل الخلق هذه الطائفة الأولى طائفة ثانية من الروايات أن النبي أفضل الأنبياء والمرسلين طائفة ثالثة السبق في الإيمان أنه أسبق يسأل النبي ويقول أنا أسبق في الإيمان طائفة أخرى أعطاه ما أعطاهم طائفة خامسة الجمال والكمال والخلق والخلق طائفة سادسة الأوسع شفاعة طائفة سابعة خلود رسالته صلى الله عليه وخاتمته الشريعة به طائفة أخرى إقرار الأنبياء والمرسلين طائفة أخرى وعد الأنبياء ومنقذ البشرية من أمته بل من ذريته صلى الله عليه طائفة أخرى من الروايات تمني الكون من أمته وهناك تفاصيل أخرى كثيرة فالذي يريد أن يقول أو أن يجيب على هذا السؤال من أفضل الخلق لا بد أن يراجع جميع النصوص الشريفة لا خصوص النصوص التي فيها تصريح بأنه أفضل الخلق أو أفضل الأنبياء والمرسلين لا بد أن يراجع جميع النصوص نحن أخذ جزء من هذه النصوص في رواية الكافي عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام ذكر النبي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال قال أمير المؤمنين عليه السلام ما برأ الله نسمه خيرا من محمد صلى الله عليه وآله النسمة يعني ذي الروح ولأنه ذي الروح هو أشرف الخلق وأشرف الأشرف أشرف مطلقا هذه الطائفة الأولى من الروايات أن النبي أفضل الخلق كذلك في الكافي عن الحسين بن عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله سيد ولد آدم فقال كان والله سيد من خلق الله مولد آدم سيد من خلق الله وما برأ الله بريه خيرا من محمد صلى الله عليه وآله وهكذا في رواية كمال الدين عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أنا سيد من خلق الله عز وجل وأنا خير من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وجميع ملائكة الله المقربين وأنبياء الله المرسلين وأنا صاحب الشفاعة والحوض الشريف وأنا وعلي أبوا هذه الأمة من عرفنا فقد عرف الله عز وجل ومن أنكرنا فقد أنكر الله عز وجل ومن علي صبطاء أمتي وسيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين ومن ولد الحسين تسعة أم طاعتهم طاعة ومعصيتهم معصية تاسعهم قائمهم ومهديهم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين والروايات كثيرة في هذه الطائفة نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة